ينضم إلينا من الرياض محمد خليل مؤسس منصة بلاتفارم أهلا بك محمد عجبني الاسم بلاتفارم من حقول زراعية محمد خليها نحكي بالأول نموذج أعمال الشركة فهمت أن تسمح للمزارعين بتتبع أراضيهم عبر التطبيق كيف يعني ما هو نموذج الأعمال لديكم مساء الخير وشكرا سيد زماي على الاستضافة بلاتفارم هي منصة تقنية بتخدم قطاع الزراعة وبتعمل كأنها توأم رقمي للمزرعة من خلال أن هي بتجمع بيانات من ثلاث مصادر أساسية ألا وهي المصدر الأول هو العمليات التي تتم يوميا دخل المزرعة من عمليات زراعية ولوجستية وغيرها المصدر الثاني للبيانات هو الحساسات الأرضية التي تجمع بيانات مختلفة عن نسبة الميا في التربة أو معاملات الطقس وغيره المصدر الثالث هو صور الأعمار الصناعية من خلال البيانات الثلاثة دي بتبدأ المنصة أن تحلل البيانات دي وبتساعد مديري المزرعة أن هم يأخذوا قرارات في العمليات الزراعية اليومية بتاعتهم مستندة على بيانات فبتساعدهم أن هم يقدروا يتحكموا بشكل أفضل في الريسورس وهنا المصادر أو الريسورس اللي بنتكلم عنها هي موارد بشرية أو موارد مهمة زي الميا والأسمدة وغيرها وأن هم يوزعوها بشكل أكثر تنظيما أتمتت هذا النوع من المواضيع إلى أي مدى يشهد تقبل من قبل أصحاب الأراضي الزراعية وهل هي فقط لأصحاب الأراضي أو للمزارعين نفسهم يمكن الاستفادة منها؟ نحن الحقيقة قطاع الزراع عموما في بلد زي مصر فيها حوالي 16 مليون فدان نحن الحقيقة نستهدف الشركات الزراعية بشكل أساسي ونموذج العمل بتاعنا لا يستهدف صغار المزارعين فبالتالي عندما نستهدف الشركات الزراعية المنظمة فتكون تقبلها للتكنولوجيا أكبر لأنها هي شركات في النهاية أيمة على بيزنس عندها فريق إدارة العمليات اليومية في فريق آي تي بنقدر أن نتعامل مع الفريقين دول على الأرض ونقدر أن نقدم الخدمة بتاعتنا بحيث أنهم يستفيدوا بيها بشكل يومي داخل المزارع النظامية زي ما قلنا بالنسبة لجولات التمويل كان لديكم عدة جولات التمويل ويبدو أن هناك اهتمام من مؤسسات كبرى وصناديق هامة في هذا التطبيق ماذا يحمل لكم المستقبل؟ بماذا ستستخدمون وتستثمرون هذا التمويل الذي حصلتم عليه؟ نحن الحقيقة جمعنا تمويل في البداية عن طريق جرانت وعن طريق كمان فينشر إمباسمنت اللي احنا بنطمح إليه أن احنا مركزين حاليا في السوق المصري كأكبر سوق زراعي في المنطقة والسوق السعودي كمان هم دول الدولتين اللي احنا شغالين عليهم اللي احنا الفلوس أو الإمباسمنت اللي احنا جمعناه بنوجهه بشكل أساسي للرن دي أو التطوير وكمان السيلز والمبيعات والبزنس ديفالوبمنت اللي احنا شغالين عليها دلوقتي بنحاول نكبرها في السوقين الأساسيين في الفترة الحالية وهم مصر والسعودي وبعد ذلك هل هناك رغبة في الخروج من هذه الأسواق والتوسع هل هناك قيمة تفضلية يقدمها هذا التطبيق لكي تتمكنوا من التوسع خارج مصر والسعودية احنا الحقيقة الخطة بتاعتنا أن احنا نتوسع في دول أكتر في المنطقة زي دول بتهتم أو فيها مساحات زراعية كبيرة من قبل الشركات زي ما ذكرنا الدول دي زي السودان زي المغرب العربي دي دول فيها مساحات زراعية أكبر فدي خطتنا إن شاء الله فيما بعد العام 2022 شكرا لك محمد خليل مؤسس منصة بلاتفارم كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك